اختيارك لليوتيوب لأنه يمكن ما كان فيه فرص عمل بسوريا أو شيء انت حبيته من البداية وعارف هذا الشيء اللي بدك يعيه حلوة السوشيال ميديا انه هي بتعطيك القوة بإيدك إذا كان انت محتواك حلو بتوصل لكتير إذا كان محتواك ما حلو ما فيه شخص ممكن تحكي معه ولا حتى توصل للعالم فيه ناس بيعيشوا بالماضي كمان يعني بيكون عنده ذكرى حلوة ببلش يعيدها انسى شو صار بالماضي وحاجة تعمل بروجيكت يعني للشغلات اللي صارت معك يعني حتى بالعلاقات اذا حدا خانك من زمان بتصير بتتخيل انه اي حدا هلا خاين يعني مين خانك يلا ما زالي فتحت الموضع كيف بتحب المرأة تكون شركة حياتك برأيي البنات لازم يعرفوا انه مجرد انه انت عندك انوسة ما معناتها انه انت ما بتدريتش تغليه وانه انت ضعيفة كل مرة مننسى الشيء شو يعني شغلي بعد ساعتين بتكتشف انه المايك ما لشغال لا مش مش الاساسيات مشي حالهم بس اللي مننسى مثلا يعني حتى هول اللمبات اللي وراك انه ده like temperature controlled واللايتينج تبعهم بدك تعمل check list ايه ما هي اكزاكلي هاي طول تروي نعمل check list يعني check 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 لكن check list كتير مهمة بالحيات مظبوط انا ما بدر عايش بدونان يا والله انا اخر مرة صورت فيها شغلت المايك بس نسيت اوصلها بالكاميرا استعملت Adobe AI اخذ الصوت من الكاميرا وسهوا كأنه طالع من المايك والرزولت كانت احسن من المايك انا قمت بس كرايزي مش طبيعي يا إنه AI يعني عم يقدر ياخد الصوت و يرجع يخلق شي جديد مش عم بيصلحه شي جديد ما له صوتي تكنيكلي بس فضيع لأنه عم بيقدر يحكي يعني عم بيقدر باللغة العامية عرفت شلون ما أنه والله مثلا هو بتدربه على كلمات إنجليزية مثلا بس هو لق على العربي عم يترجم نظامي أحيانا بيطلع أحرف مالها دقيقة بس أنت يعني أنا بستعمل جزء من المايكل الأصلي الصوت الأصلي من الكاميرا وبخلطهم مع الـ AI اللي عاملوه بطلع شي فضيع يعني لو لا هاي الشغلة قبل مثلا من 6 شهور قبل ما تطلع كان طريق تسجيل الفيديو من أول إلى الأخير ايه بتنفوت بالحيط ايه بس back to the checklist في مرة في واحد اسمه فينيكس هيدا اللي نط كان وقت دعاية رادبول ونط من الأتموسفير شو نسي؟ هذا إذا نسي شغلة مشكلة نذكر اللي نط من الأتموسفير أعلى نطة بالعالم يعني نط كان بكابسول طلعت طلعت ببالون وصلت لـ يعني طلعت برا الأرض وصلت للفضاء وفي فول شفتها فقبل ما ينط النطة كانت طبعا مثل ناسا الشباب تحت يعني في شي 30 عالم فضاء وقعدين كذا فقبلوا له شو يعمل فأنه هلا كبوس هاي هلا افتح الباب هلا ما معرف شو سيكيور هيدي سيكيور هيك فالبروسس قديش هني يعني يمكن مدربين عليه بس ما اتكلوا على على انه هني شو بيتذكروا كان حاطين ورقة يقلوا تشيك هداك يقلوا تشيك 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 يعني عادوا هون والأمركين شاطرين فيها هيدي يعني مرات أوكي حلو انه تستعمل زكاية لو أحد يقول أنا ايه خلاص ولا يهمك بظبطها المشكلة هاي الشغل اللي عاملينا يعني ما لازم يكون عندك شي خصوصي إله بس قصدي ما بياخدوا الريسك يعني هلا حلو الواحد انه يكون عنده المبادرة وهيدا بس بزي وتلاقيها موجودة بكل الفرق مثلا الفورميلا وان بفرق اي شي بيمشوا على خي ما تستعمل زكاك في وقت منيح تستعمل الزكاة تبعك وفي وقت خلاص فولو دا رولز وهيدي تشيك لست خلاص الحقة قد ما تكون زكي ممكن انت تنسى شي معين طبعا هلا أغلب الطيارات هي كتير نادرة بالطيارات اللي بتوقع كون بس انه مثلا حدا ما شاكل تشيك لست أو مثلا بيكون ما بيكون شي من انه يعني بيكون حدا تطلع عن الخطة اللي هي محطوطة من زمان لانه فكر حاله أسكى عارب كيف؟ مازموط مخيفة بيكون تكل على انه الخبرة تبعه مزبوط كتير مهمة لك يعني يعني يمكن بس في بعض حتى لما توقع الطيارة أو يصير فيها مشكلة قبل ما توقع يعني بيقولولو فتاح الكتاب مزبوط قد هو دير يصر له بيكون عشرين سنة عم يعمل عنده خبرة ودراسة بيقولولو لما يصير معا كده شي فتاح الكتاب الكتالوج يعني وبدأ شوف انه شو لازم تعمل مزبوط بدي واحد ما يكون عنده كبرياء كتير لحتى يكون منيح الحين الكبرياء بتخلب على بساويك سيئ يعني طبع ملاحظ انه الاجاني بيستعملوا اكتر منا نحن شوية عنا عن الايجو يعني يعني خلاص انه بدبرا مان ولا يهمك مزبوط هلأ هاي الشغلة بقى هلأ اذا بتلاحظ بدبي مثلا بشكل عام العالم شوية روبوتك اكتر يعني بتتبعوا الشغلات الاردي الطرق المحطوطة اذا عندك دور مسلا بس هاد الدور كله فاضي ما فيه حدا بس مع ذلك لازم تدخل بالدور وتلحق لابد ما توصل الاخير ما بتقدر تقول اوكي منطقيا هاد الدور محطوط لحتى يخفف الوقت يلي يلي الناس موجودة فيه بس اذا ما فيه ناس معتانا بقدر اتخطاه يعني يعني ما بعرف اذا هاد الشي صح ولا لا يعني انا مرر بكنت بالاكس بو مثلا ففيه دور مفروض محطوط للناس بس كان فيه حال موجود عدد كبير من الناس فانت بتفهم انه شو هدف هاد الدور وبتقول اوكي انا فاهمان الهدف بس انا هلا ما فيه حدا مع انت انا بقدر اتخطاه فانا اتخطيته وانجا واحد قال لي ليش هبتو تخطى الدور ما بصير كذا تقول له هذا الدور محطوط لهذا السبب فهم تسأل حالك هل انا لازم انتبع الدور بكل احوال حتى لما هو عم يعيق الافيشنسي تبعي ولا لا هل انا بقدر اتخطى باعتقد انه اظبط انه نلحق السيستم حتى لو يمكن كشخص فردي بتأثر عليك على وقتك بس كجماعة لا انت عم بتفيد الجماعة يعني مثل اللي عم توقف على اشارة حمرة بس ما فيه حدا بس انت مأكد انه ما فيه حدا ما فيك تقطع على اشارة الحمرة لو انه فاضي الطريق والساعة تنتين بالليل وهيدا طبعا انه هيدا عم ضيع وقتك بس انت عم تلحق السيستم بس ما عزيلك تلاقي الناس عم بقطعوا اشارة الحمرة فيعني لازم الواحد انا بقول انه لازم الواحد يكون مسؤول عن اعماله بس يعني اذا كان انت قطعت هذا الدور تأكد انه هذا الشي ما هذا اذا هو ضر او او ادى بتأخر او شي فيعني هون لازم يكون واحد مسؤول عن نفسه يعني حتى بيقبل عقاب اذا كان هو تجاوز وصار مشكلة بسبب هاد الشي لازم عاقب نفسه عرفت كيف مضبوط لكن هو فيه بلاد كتير بتعمل السيستم يعني افضل انه كنا احنا ماشيين على يعني السيستم هلأ وين لقيت مبالغة انا رحت لما رحت ع كندا السيستم يعني مأثر على العالم بشكل يعني عن جد كيف انت استعملت كلمة روبوت مثل الروبوت حتى بالسوبر ماركت بونو ماشين بصير انا لانه انا ما بحب خربة السيستم وانا جاي جديد على كندا فبصير انا بدي اعمل يعني اكتر من السيستم اعمل مضبوط ما بحب انا حدا ياخد فكرة انه اذا شخص جاي وخصوصا اذا عربي خيه جاي من برا يخطين فكرة انه انه بقدر يعمل شو ما بده انه شو ما بده لا انا بحب الحق النظام حتى اكتر منه فكون ملبك وعمشوف هني كيف يعني عملاحظ انه كيف حتى بمشيتهم حتى انه تفضل وقرب وهلأ دوري ومش دوري وهلأ قصص it's so organized مع الوقت اوكي اول شي بتزعجك انه الهيومن المنت ناقص منه بس ماشي حاله يعني حتى في عندهم اشارات بكندا ما في عليها ما في عليها ضوء اشارة هي بسموها it's four way cross بيجي شخص ما في اشارة بيوقف بيجي الشخص التاني بيوقف التالت بيوقف الرابع بيوقف بعدين الاول واحد بيمشي هو اللي يعني اللي وصل اول شي واللي وصل تاني شي بيمشي عارفين دوره انت حاكم نفسك يعني بالضبط صحنا بلبنان مستحيل هي مستحيلة لا انا بعرف انا اجيت من سوريا انا بتده تخيل انا من اكتر المناصرين لفكرة انه الواحد يكون عب يتبع النظام رغم شو ما كان بس في كتير ادلة او حالات بيكون النظام عم يعيق العامل البشري يعني انت مفروض بهذا النظام تأثر بس بالتالي انت عم تزيد بسبب انه النظام ما بيدر يتكهن بكل شي عم يصير يعني هلأ في كتير معاملات مثلا باي بلدة متقدمة بتاخد وقت اطول بس لانه نحطين انظمة تنظيم لما يكون في عدد كبير من العالم بس ما ما في عدد كبير من العالم عم تلاقيها عم تأخر فهون انت لازم تكون تعرف ليش هدول الانظمة محطوطة وبتعرف اما تيتم تجاوزها و اما تلأ لانه فيها وقت تضطر تتجاوز هدول الشغلات انا بحس بكون الخلل بالنظام بس حتى لو في خلل بالنظام افضل انه انت تتبع النظام ويمكن تعرض انه يتغير بس كأشخاص يمكن افضل للمجتمع انه يكونوا لحقين النظام لو بعده فيه شوية خلل اكيد ويمكن بديقول شغلة فيها شوي من عندي انه كمان شغلة بتعتمد على انت قديش عندك قدرة انك تحكم على هذا النظام اذا انت غير مؤهل انه هذا النظام تحكم انه هو ماله منيح فانت ما لازم لازم تتبع النظام فعلا بقى هون هل بقدر ولا حالي انه انا احسن من نظام ما بقدر قول بس يعني بالاخير انا مسأل اعطيك ياهو على شي بسيط انه اوكي دور وبنهاية هذا الدور ما في حدا فانت بتقدر تمشي ساوي بدل ما تقعد تمشي كل الدور يلي ما فيه بس بحالات يعني سيريوس اكتر ما بتقدر تطبي هذا المنطقة بالزبط ليك في عملوا برانك حطوا اشارة بنص الصحراء وبطريق ستريت ما في شي حطوه اشارة وضوهوا احمر وقفوا عليها الشخص وتركوه ساعة يعني ما كان يتخطاها بله هاد جاي من كندا هي مش صحراء كانت بشي بكندا يعني فما بيتخطاها بقى هون بتسأل حالك هل هاد الشي لما اصلحته لا هلا لازم تتبع النظام حتى لما يكون بشكل واضح هو معيق للهيومن اكسبرينس كمان الاعلاق مين حط هذا النظام لو عندك خبرة انت كاينديفجول اذا تركت هيدا المجال المفتوح للاخرين كل واحد عنده رأيو فبتصير يعني بطل يعجبك هيدا رأيو غابي مضبوط رامي خبرني اول شي اهلا وسهلا فيك فتنا هيك بالحديث اه نحن عم نصور هلا شو كنت مفكر هيك ممزوج معك بالحديث بك لا لا روليج كنت احنا روليج حلو الشو الأخبار ها بص خليك طبيعي متل قبل اي لا طبيعي هاي اطول يouteوب فيديو انترو هيا عملها بحياتي ايين شي انترو هلا بتقولي العوب يجب نلحق النظام التغير لازم نبلش مرحبه كيفك انت النغب يخالف النظامولا والله لو بعرف اللو عم نصور كان تجتلك لازم نبلح لا والله هاي تجربة عن جد صورت معي أنت لازم تعرف ليش الأنظمة موجودة بالأخير إذا ما بتعرف رح تتبع شغلات ما لك فهمان ليش و رح تعيق نفسك بس متل ما قلت إذا كلنا تجاوزنا هذا الشيء بتصير غابة ما بعرف عمتا جيت من سوريا عمتا صحي تقريبا سنتين سنتين ونصب دبي أوكي نوعا ما حسيت حالك خلال استقلمت قلت هيدا استقريت أو لبعض عندك حلم أنه أنا بشتغل هون وبروح مطرحتيني والله حكمت هذا السؤال دائما بيراودني أنه هل أنا بقدر أقول على حالي أنه هذا هو هوم هل بقدر أقول أنه أنا استقريت وبسأل حالي هل لازم أضي نفس الوقت الذي قضيته بسوريا هون حتى حس أنه هذا هو الهوم فهمت علي يعني أنت الشعور الذي تكون عندي من سوريا هو شعور تكون بعد 29 سنة من العيش فيها فهل بقدر يعني استبدل هذا الشيء بسنتين بالعيشة في دبي ما بقدر ما بقدر أقول على هذا المحل أنه هو مثل سوريا بس في كثير شغلات فيه أحسن من سوريا وفيه شغلات أسوأ الشيء اللي بعرفه أنه أول ما أجيت من سوريا إلى دبي كتأبت وأمرت عليه فترة كثيرة صعبة تدرجة أنه رجعت على سوريا يعني هيك تنحفان وكل ناس يسألوني شو صار لك وهيك وهذا الشيء عكس الحلم اللي نحنا كلنا بنحلمه أنه أول ما نطلع من سوريا هيكون أحلى اليوم بحياتنا وكل شيء حيتحسن الأمور مالا بهاي البساطة وما في محل إيجابي مية بالمية وسلبي مية بالمية بس أنا بأمن أنه الشخص لازم يدور على الفرص بالمحلات يلي بتعطيها الفرص يعني أنا كثير بحكي على قصة أنه لازم واحد يشتغل حتى لو كان عيش بأسوأ محل وكذا وكذا دون ما أعطي تلميح أنه سوريا أسوأ محل بالعالم بس بنفس الوقت الواجب الواحد أنه يطلع لبلدان على تعطيه فرص أكبر وهذا واجبه تجاه نفسه تجاه عيلته المستقبلية تجاه ولاده تجاه فدبي كانت محل عطاني هدول الفرص اللي عم دور عليها مضبوط أستاذ المدرسة أستاذ تاريخ الجغرافيا مرة قالنا كنا صغار يعني عم يحكينا عن الوطن فعم يقلنا الوطن هو المكان اللي بتلاقي فيه إنسانيتك مش الأرض بس اللي بتخلق فيها فأنت ممكن تكون بأي منطقة بالعالم وأنك تحس أنت بحالك وبإنسانيتك وبكرامتك وبحريتك هيدا ممكن يكون وطنك هلا البقاية هني يمكن أشياء تعودنا عليها بالحياة وذكريات يعني ما فيك تشيلها من رأسك بظلها حلوة مثل ما قالت يمكن إذا بتقضي وقت أطول بعد فترة بيصير في توازن أكيد وهي شغلة شخصية برسنل يعني أنا ممكن أقول إنه دبي فيكتين ناس بتقول إنه سوريا ما لحلوة فيه ناس بتقول إنه سوريا حلوة يعني هي كبلد ما منقدر نقول عليها حلوة ولا لا هي حسب كل شخص أنت شلون عيشتك مين رفقاتك هل معك مصاري ما معك مصاري بالنسبة إلي أنا مالي متطرف بأي اتجاه بس بالنسبة إلي إنه قبل سنتين كان ما عندي فرص كتير بسوريا وكنت أطر أشتغيل مضاعفات شغلي لحتى يتجيني نفس الفرصة عم تجيني هون وهون بقى بتسأل حالك هل أنا لازم كون بمحل عم يخليني أشتغل زيادة ولا لا بمحل يعطاني شوية راحة يعني كمان أنت أحيانا بتروح لمحل أنا جيت على دبي أول شي لأنه بعرف أنه هي راح تكون راح تكون كتير صعبة علي ماديا وكتير شغلات أنا جيت لهون ما كتعم طالع مصاري كافية تعيشتني هون مشان هيك رجعت عسوريا مكتئب ونحفان لأني ما عم باكل كفاية لأني عم حاول وفر مصاري فبس هذا الشي أنا خطرته بأيدي خطرت تكون السمكة الصغيرة بين الحيتان الكبار لأنه لازم أكبر كل الناس قالوا لي ضل بسوريا أنت هلأ الحوت بين السمك بس هل هاد هدفك بالحياة ولا هدفك تصير أكبر تسأل حالك هاد السؤال وما في جواب غلط عرفت؟ الاختيارك لليوتيوب هل أنه كان لأنه يمكن ما كان في فرص عمل بسوريا أو شيء أنت حبيته من الأول من البداية وعارف هيدا الشيء اللي بدك أنا من وقت ما كنت صغير كنت دائما أقول لأهلي بدي يكون ممثل أمريكي أمريكي حصرة مبعا فليش أو بعرف ليش أنا كانوا بطالعوا مصاري كتير بس حسب خبرتي أنه بسوريا ما قدر توصل لمجال التمثيل لأنه نوعا ما بدك يكون خلينا نقول عندك علاقات أو طريقة لتدخله مالا بهال واحد اثنين ثلاثة حلقة السوشال ميديا أنه هي بتعطيك القوة بإيدك إذا كان أنت محتواك حلو بتوصل لكتير إذا كان محتواك ما حلو ما في شخص ممكن تحكي معه حتى توصل للعالم ما في شخص رح يعطيك فيوز وهيك إذا محتواك ما حلو يعني هي بسموهم ميريطاكريسي فأد ما أنت بتشتغل أد ما أنت بيجيك هلا في كتير ناس بيقولوا اي طيب فس كتير في محتويات ما حلوة أو تافهة أو بايخة وعم توصل لكتير مشاهدين هادول محتويات تافه عم تقدم فاليو لشريحة من المجتمع وعم توصل لهذا الشي بدون عوامل خارقة أو خارجية فأنا اليوتيوب هي كانت طريقة يتأخذ بإيدي مستقبلي أنه أنا ما قدرت توصل له لأنه كان النظام القبل ما بيسمح ليوصل له استعملت السوشال ميديا لووصل له عن طريق أني أنا أشتغل على حالي وكانت تعبير لنفسي بوضع بسوريا لما كان ما في طريقة تعبير فيها عن حالك فكانت مكان أنا أقدر أحكي فيه عن الشغلات اللي عم بصير معي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اليوتيوب كان اليوتيوب أنه هو منصة يعني مثل واحد إذا ما قادر يكون يعبر عن حاله كممثل أو عنده أراء أو حابب فكرة يوصلها سو بيخلق منصة لإله هو المنتج هو المصور وهو المعد هو المخرج هو الممثل فهو منا هيني يعني كتير كتير صعبة لأنه أنت سلامتك النفسية صحتك النفسية بتأثر بمحتوك فشلون أنت بدأ تضل مثلا لاقي أغلب اليوتيوبرز بمثلا العالم الأجنبي والمحلات اللي عنا أمسي لأنه طويلة الأماد تلاقي مثلا بلشوا سنة سنتين ثلاثة صاروا كبار بس ما حدا بيكمل أكثر يعني ما في مثلا يوتيوبر مطول أو كتير نادر تلاقي يوتيوبر مطول أدما مثلا قناة تلفزيونية مثلا مطولة أو مسلسل طويلة الأمد لأنه أنت أول شي عب تعمل كل هذول الشغلات editing و filming وكل هذول الأصاص والشغلة الثانية أنه عب تتغير أهدافك يعني مثلا أنت بدأك تعمل مسلسل خلص جبت كاتبيين كتبوا المسلسل خلص بس أنت مثلا عب تعمل محتوى هاد المحتوى هو تعبير عن نفسك طيب نفسك عب تتغير أنت مثلا قبل كنت تحب تشوف مثلا بودكاست بالمستبل بجوز تصير تحب مثلا تشوف فيديوهات فتنس طيب هل بتغير محتوىك مع فيديوهات فتنس كل هاتنا عم نتغير بحسب الـ content اللي عم نشوفه أنا بس أنا أول ما أبلشت كنت عم بعمل فيديوهات أغاني وكذا طب أنا صرت بطالع مساري عن النيت ويهمني هاد الموضوع وتفرج عليه هل بغير محتوىي ولا بظل بعمل محتوى على الشي اللي رامي القديم كان يحبه فهي صعبة صعبة وأنت مثل ما قلت يعني قلت الصحة النفسية والشخص عم يكبر وبيتغير المحتوى بطبيعات الحال لأن شخصيته بتتغير وشغلة تانية اللي بيأثر على وهي دي مش أول مرة بسمعها منك أنت يعني كذا يوتيوبر سارم قال لي قال لي إياها أنه بيوصل لمرحلة خلاص عن جد في expectation معينة يا وصلها يا خلاص ما بقف يعني في حدود وصلها وما قادر يطلع منها يا بده يغير كل شي يا بيزهق يا بيكتئب في كتير اكتئب ووقفوا لأنه أول شي فيها شغلة كتير و الـ expectation هاي عطول وبدو يضلوا هو موسط يعني بدو يضلوا بحالة السعادة وحالة اللي عم يعطي لأنه بنهاية عم تخاطب أنت يعني جمهور صار عم صار أنت ملزم بأنك تعطيهم كونتنت معين وانت جوا ممكن مش سعيد تكون طبعا أنا بتقدر تتبع الأوقات اللي ما كت فيها سعيد عن طريق فيديوهاتي يعني تروح القناة بتشوف أيمد كان في مثلا فجوة طولة مثلا شهرين بتعرف أنه أنا بهالفترة ما كت سليم نفسيا مية بالمية فهي شغلة سيئة أكيد بعالم اليوتيوب لذلك ما نحاول نحن كيوتيوبرز بتخيل أغلب اليوتيوبرز يري بيعتبروا شغلة بزنس أنه يحاولوا قصة لبزنس أكتر من ما أنه تكون برسنل يعني مثلا كيف أنا بقدر صور فيديوهات بحيث أنه لما أنا كتئب يكون عندي مخزون ينزل بهاي الفترة أو كيف مثلا أنا بدأل ما أنا منتج لما كون أنا مكتئب وزعلان يجي حدا تاني يعمل منتج بدالي أو يكتب لي أو كذا وهو متجي شغلة أنه اليوتيوب بالعالم العربي وبالأخص العالم السوري أنه ماديا ما له كتير بيسمح لك أنك إنتك تشكل فريق وبتلاقي مثلا الأجانب هلأ يكون عنده إديتر عنده كاتب عنده ناس بيدرسوله الخوارزمية تبع اليوتيوب عنده ناس بيهتموله بالبرودكتس عنده مليون شغلة لأنه خلص هو صار كومبني بطل هو بس يوتيوبر لحاله عم يعمل فيديوهات فيديوهاته بتعتمد على سلامته النفسية أو لا بس كمين بيرجع الموضوع لكما قلت الانكم قديش فيه مدخول إنه يخليك تقدر تبني فريق عمل يعني يساعدك ويكبر الصفحة طبعا يعني أنا من خبرتي بلاقي إنه اليوتيوب ما بيطلع مصاري يعني مثل ما العالم فكره إنه أوكي بيطلع انكم بس أنجأ يغطي الكوست حسب اللفل اللي أنت عاملو إذا واحد قاعد عم مايكروفون بالبيت وبس عم يعمل قصص وعم تجيب نتيجة كتير منيه بس إذا بتكبر الإنتاج والبرودكشن طبعا ما بيعمل شي أنا بقول لك أنا هلا كيوتيوبر سوري صلي عم بعمل فيديوهات 12 سنة شاطر كتير عندي كتير متابعين وعندي كتير مشاهدات ما بقدر يعيش في دبي من وراء اليوتيوب ماديا ما بقدر ما بكفيني الناس بتفكر يعني أنا مثلا هلا بشتغل شغلات بشتغل مع ناس يعني بيشوفوني نوع ما أنه هاد الشخصية على الانترنت يلي بتفرجوا على فيديوهاته بيقول لي ليش أنت هون يعني أنت مفروض تكون بهاي الفترة من حياتك بعد 12 سنة بعد مساء عدد كبير بقى الناس متوقع شغلات مو أنه يعني طبعا مو أنه 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 أنت تشوف حالك أحسن من حدا أو هيك بس أنت مادية أو الشهرة لا تتناسب مع المدخول المادي يلي أنت عم طالعه فهو واقع عليم بس طب شو السبب وإذا بتطلع بيوتيوبرز بتلاقي إنه يعني بعض منهم صاروا كتير عملوا مليونز هلا مش دروي من اليوتيوب يمكن يمكن اليوتيوب فتحهم مجالات أنه يعملوا يمكن على طريق الإعلان أو طريق يمكن عملوا بروتكت معين منتج بيعوه بس خلينا نحكي على الأفرج اللي بيطلع فلوس كتير من اليوتيوب شو السر هلا هي الشغلة كتير أسباب واحد من الأسباب أن نحن بالعالم العربي الدعايات أو المصاري اللي تطلع لنا من وراء الفيديوهات أقل بكتير من العالم الأجنبي وبالتحديد بعالم الأجنبي أو بأميركا مثلا خلينا نقول هي عشر أضعاف أنا عندي قناة إنجليزية هلأ على الفيديو مثلا الخمسين ألف مشاهدة بتطالع عشر أضعاف من خمسين ألف مشاهدة على فيديو عندي بالقناة العربية يعني مثلا فيديو عليه ستين ألف مشاهدة بيطالع مصاري أد فيديو عليه خمسمائة ألف مشاهدة بال تمام وأنا قناتي العالية ثلاثين ألف مشترك الإنجليزية إذا بنزل عليها بشكل أسبوعي بطالع أكتر بثمين أضعاف من قناتي العربية اللي عليها مليون مشترك شو عم تحكي. عم بحكي. وهي شغلة جديدة. يعني خلاص لازم اعمل اجنبي. هلأ هي شغلة العلاقة بالنسب. مثلا لازم تتفهم ان انت كمان ازا عم تعمل محتوى اجنبي او انجليزي فانت عم تدخل بمنافسة مع الاجانب. فهل الشي بتطلب من ورح يجيك مشاهدات هقل. بعدين بدك تفكر هل انت هدفك مادي بس ويوتيوب ادسنس ولا هدفك انه تعمل برودكتس ولا شغلات تانية. هل هدفك انت تصير استابلشت بالعالم العربي كشخص مؤسر ولا بهمك انه تكون ما لك معروف بعالم اجنبي بس طالع شوية مصاري من اليوتيوب ادسنس. هلا هاد واحد من العوامل. عوامل تاني انه احنا عنا بشكل عام بالشرق الاوسط العالم ما لم تقبل الشراء اونلاين مثل ما هي متقبلة بالعالم الاجنبي. يعني مثلا انت اذا بدك مثلا تشتري كتاب خلينا نقول. العالم بشكل عام بالشرق الاوسط ما بشترك كتب اونلاين يروة مثلا. اما بالعالم اجنبي هاد الشي موجود فينا صاروا مليونيريا من وراء هذا الصحب. بشكل عام يعني فهاد الشي. هل تحكي عن اونلاين شوبينج ولا اي بوكس. كل شي اونلاين شوبينج وبالاخص اي بوكس. غير يعني الاسباب كثيرة يعني يعني مثلا عنا بالعالم العربي بشكل عام بدون تعميم ما عندك او بدون شكل عام بدون. مضبوطة. بدون تعميم. بدون تعميم. العالم مثلا ما بتشتري مثلا افلام. مثلا ما بتدفع فيلم مثلا متل اميركا ما بيستأجروا فيلم مشان ما هذا او كزا. او ما بتشتري مثلا العاب الالكترونية ممكن تنزل ها مهكرة. لانو ما عندنا هالثقافة انو نحن مثلا كتير انو لازم ندفع مقابل الانترتيمنت ياللي بنعمله. يعني يعني مثلا اغلب العالم بيكتبوا لي مثلا هاد الفيديو كام ممكن يكون احسن ليش ما مثلا حطيت فيه جرافيكس اكتر ليش ما كزا. بس اني ما مادركين انو انا مثلا هادو الشخصي عم بيحكي هيك ماله دافعلي ولا الشي يعني ولا الليرة يعني هو عبيتفرج على كونتنت ببلاش. فور فري. مثلا. بينما مثلا بالعالم الاجنبي عندهم ثقافة انو اوكي انا عب بيجيني. بيدعمه. اي عندي انترتيمنت من هذا الشخص. فانا مستعد ادفع ادفع مصاري مشان اشوف هاي الانترتيمنت. فهي يعني عادات وتقاليد. صح. في ناس مالهم هيك بس الاغلبية هيك. يعني هو برا بيدعمه بيشجعوه وبتلاقي انو في حدا مسلا حاطت انو يمكن لو دولار بس تفعولي دولار انو هيئة والسابورت ماي تشانل بتلاقي فيه عالم عن جد من قلبه بتدفع. مزبوط. بينما عنا ازا واحد طلب انو مسلا دعموني مسلا ما دي انا زا انتو بتحبوا محتوى ممكن يعتبرو انو هو انو. عم يستغل او. اي عم يستغل او شايف حاله. فهي بتلعب دور. يعني انو انت. هلا كمان اعلاق الرفاهية. هلا ممكن تقول انو بالعالم الاجنبي مثلا. انسى بره دبي مثلا. انو بالعالم الاجنبي رواتبون اكتر. يعني فهنين عندهم مصاري اكتر ممكن تكون مخصصة للانترتيمنت. وممكن يكون مسلا عنا العدد التقاليد شوي بتقول انو اصلا الانترتيمنت هي شيء مسلا ما له كتير اساسي بالحياة او ما له مهم. او انو انو تدفع مصاري على شيء دراسي او هيك. اهم من انو تدفع مسلا. فهدا الشيء بتحكم بكل شيء. بتحكم بالاعلانات اللي يوتيوب بتدفع لك عليها. بتتحكم مشان اذا براند اجا حكم معك وقالك انا بدي اعلن لهذا فهو بده يقول هدول الناس مانو مستعدين يدفعوا ويشتروا البرودكت تبعي. بتتحكم باذا انت بدك تعمل البرودكت والناس يشتروا. لذلك انو بالعالم العربي بشكل عام وزعب تقارن بالميديا. اليوتيوبرز العرب بيطالعوا من الاجانب. والاخص اليوتيوبرز السوريين. لانو مسلا انا عندي 30 بالمية من متابعيني بسوريا. ما بيجي نعلم ولا ولا شيء. ما فيه لانو المعلن هونيك مش قادر يعني يطلع مردود. مش بس بس بسوريا. يمكن بالعراق شوي. سوريا شوي. يعني حسب البلاد اللي اللي بنقيها. قلت كلمة انو الانترتيمنت بره بيعتبروا يمكن شغلة مهمة ممكن تكون مفيدة من ناحية التسقيفية. هون بتكون الامور مختلفة. والانترتيمنت شو الانترتيمنت بالعربي اللي هي ترفيهية. ترفيه. الاشياء الترفيهية ما منعطيها نفس الايمة على الاشخاص. مقارنة بس بالدراسة او بالامور الثقافية البحث يعني. مزبوط. اللي اعتبرت هيدا الشيء اوش رحلي اكتر اذا بتلاقي الانترتيمنت او الترفيه ضرورة للاشخاص وانو جزء من من ثقافته انو يكون عم يحضر اشياء تنقول ما عندها قيمة ثقافية بالبحثة بالشكل. مثل انك بس تقعدت تحت الاشياء ترفيه عن يمكن حالك. هلا من وقت ما كنا صغار نحنا مثلا بسوريا خلينا نقول نحنا متعاودين انو الالعاب مثلا بتجي بمحل اسمه الجميلية بحلب. هو مثل بناية فيها سيديات. في كل الالعاب يلي بدك ياها. يلي انت اذا بدك تشتريها بالعالم الحقيقي اذا تفع خمسين دولار. بينما بسوريا بتشتريها على سيدي حدا من نزلها من التورنت يعني عملها. محكرة وتشتريها بخمسين ليرة يعني اقل من اقل من نص دولار بها او دولار بها داك الوقت. فما عنا هي الثقافة غير انو عنا مثلا الافلام كلها منشوفة على الان بي سي ما منشوفها مثلا ما منشتريها ما مندفع مصاري مقابل انو ناخدها. بس مستعدين نتفرج على دعايات بين كل الفيلم يعني. يعني الثقافة تمتد كتير من زمان. هلا الشيء اللي ادى انو هاد الشيء صير. ممكن نقول انو هو العالم. وممكن نقول انو هو فكرة انو يعني خلينا اصيغي الفكرة براسة قبل ما احكي. القنوات هي اذا حدا عمل قناة مدفوعة مش مشان الانترتيمنت ما حدا رح يدفعها. وبالتالي الادفورتايزرز يعني الادفورتايزرز عم بيدفعوا اقل لانو الناس ما لهم مستعدين يدفعوا. فهي حلقة يعني. بتأثر على. تأثر على كل شيء. ايه. ما عنا للأسف هاي النظرية يعني. ويمكن انو في عنا نظرة انو اليوتيوبرز اصلا عبي طالعهم مصاري كتير فهن ما بيستاهلوا دعمنا. انو هاد الزلمة بس بدو يطالع مصاري اكتر. بس انا ما عم يعرفوا انو مثلا هو لا انو. وفعلا هو في يعني انا ما عم بحكي عكل اليوتيوبرز العرب. يعني انا مقادرة باقي اليوتيوبرز العرب بشوف انو هن ماديا ممكن يكونوا نوعا ما انجح مني. لانو انا مثلا ما بحب اعمل اكسكيوس لحالي. بس انا بشوف انو انا لانو عندي متابعين كتير بسوريا لانو عودت متابعيني على شي معين لاني كنت عايش بسوريا. يعني لما كنت بسوريا كان كان المدخول المادي من اليوتيوب كان بعيشني. بس طبعا بدبي ما ما بعيشني. فانا لما كنت بسوريا كنت معود متابعيني على على محتوى غير هلا. ففي كتير عوامل. بس ليك رامي عم حس انو يعني فعلا انو عم تحس انت الواحد بحسب الظلم مرات. انو عم تقول انو ما بحبه يدعمه. او ما بحبه يعطوك. او انت ما بتستاهل. حتى انت براش تفكر فيه انو بفكروا عم يستفيد وكذا انو وين المشكلة اذا انت عم تستفيد. انت اللي عم تشتغله شغل شغل شغل. شغل وفيه. يمكن ذكرنا انو اوكي يمكن ما عم يعطوا ايميل للقصص الترفيهية. بس فيها ثقافي فيها ترفيه وفيها ومحتوى انت حابب تحضره وانت ما اضربت ايد حدا يفوت يحضره. بغض النظر اذا هو يقديه الفاليو القيمة تبعه التصقيفية ولا لا. بس انا حضرت لك فيديوهات مشغولة عليها. يعني عم عد تقدر انو انت بقديه بده ليخلص هيدا مسلا. انت عم تنتقد فيلم او عم تعمل يعني عم بتشرح لنا الموفي مسلا. احضرت كزا وكزا واخد. اخد منك وقت منيح. عتفكر انو مش معقول بيوم مستحيل يقدر يخلص هذا الشي بيوم. هدا بده يومين ثلاثة ازا مش اسبوع تحضير بده يحضر ويفهمو ويعملوا ادت ويطلع الافكار ويحط الانترتايمنت تبعه ويسجلوا ويصوروا. اه ففي مجهود يعني فكرة انو انو بفكروا عم يستفيد او مصلحة انو هيدا الشي بيضيقني انا انو كون انت عندك شك واحد بالمية انك ما بيأسر انو هني عم يفكروا هيك ما بيستاهل انا لا انت بتستاهل. ومفروض كلنا نشجعك ونشجع اي شخص عم يعمل محتوى طالما يعني شي بديهي ازا في محتوى حلو انو ندعمه احنا. مزبوط. هلا انا بدي وضع شغلة حكمة انو ما اصني انو هنن ما بيحبوا مثلا او انو برأيهم انو هو ما بيستاهل. بالعكس انا بأمن انو الناس بتابعوني لو هنن بقدروا او لو هنن عندن هاي الشغلة انو شي طبيعي بثقافتن او بشكل عام يعني احنا ما عنا بثقافتنا فكرة انو تدعم يوتيوبر بمبالغ مالية يعني. فهي مالا شي تناتج عن شي سيئ منن. بس هاي هي الحال يعني ممكن تكون انو هنن عن جد مفكرين انو مثلا وضع اليوتيوبر المادي تمام. او كتير اسباب يعني. فما ما انو يسائد ظن بهدول العالم بس هيك طبيعة الوضع. اكيد هلا الفيديوهات انا تبعيتي خصوصي مثلا الكونت تبع تلخيص الافلامي اللي هو بيكون بده كتير بحس وكتير كتابة وكتير تصوير. تصويره احيانا بياخد اربعة ايام كل اليوم مثلا اربعة ساعات تصوير. لانو فيديو مثلا بيكون طوله خمسين ستين دقيقة. انا بقدر الليك انو هدول الفيديوهات مثلا اخر فيديو مثلا طلع لي مئة وخمسين او مئة واربعين دولار دفعت للأيديتر منو خمسة وسبعين دولار. يعني انا طلعت من هذا الفيديو من ك خمسة واربعين دولار. على شغل تقريبا اسبوع. ايه هلا بقدر لك انو هال خمسة واربعين دولار تنصرف تقريبا بنص يوم. بدبي. يعني انت عم تشتغل على فيديو مونتاج اسبوعين. تصوير اربعة ايام. اه كتابة خلينا نقول مثلا يوم. اه عدد ساعات كلها مشاهم بالاخير تصرفها في ست ساعات. ففي شغلات مالة منطقية. وفي شغلات بنعملة بس لانو نحنا بنشتهي نعملة. هلا انا عم حاول عمل فيديوهات يكون فيها قيمة بس ما يكون كتير بتاعب. اه بس يعني هاد شي اكيد سلبي. لذلك انا هلا عم حاول شوف الابشونات التانين. لذلك انا مثلا كتير ايام ما بنزل فيديوهات بيقولولي الناس وين مختفي. مختفي انو عم طالع رزقي. خلاص. الناس اللي هلا ما نفهمني انو اليوتيوب بالنسبة لي هواية. وهي كلمة ما بتسمعها من شخص عندهم اليوم مشترك. هذا هو وضع اليوتيوبر السوري. شو الاشياء التانية اللي بتعملها كإنكم. انا انا بعرف شو. شو قال لي. بتعمل موديلينج بتعمل بتعمل اعلانات. ايه الاشياء الحلو بدبي مرة تانية انو بتعطيك فرص كتير. وهي الفرص فيها حلوة. فواحدة من الشغلاتي اللي اول ما جيت لهون اكتشفتها بالصدفة عن طريق جروب على الفيسبوك. هي التصوير الدعايات والموديلينج. وانا بحياتي ما كان يخطر لي انو انا ممكن قدر اعمل هاد الشي يعني. وبيرجع هاد الشي لأول مرة لما كنت صغير تلون الاهلي انو بدي يصير ممثل امريكي. مازلت امريكي بس يعصيرت ممثل. حلوة كتير. ماديا كتير منيحة. بقدر لك انو مثلا بتصوير دعاية. مو لانو تصوير دعاية بيعطي كتير مصاري. بس لانو اليوتيوب عندي بشكل عام ما كتير عم يكون مربح مالديا. بقدر لك انو بتصوير دعاية يلي هي ممكن تاخد نص يوم. عم طلع لي قد مثلا ثلاث فيديوهات يوتيوب. فبيضل تحدي إلي انو ضل عم عاليوتيوب لانو هو يعني صاير هواية. بس بتضل اليوتيوب هو هدفي الرئيسي. لان لزلك انا عم كمل فيه. وبطمح انا انو ما اعمل دعايات. يعني الناس بفكرني انو عم بعمل هاد الشي لاني ما بحب اليوتيوب او لا. او هيك شي. بس بالنسبة اليوتيوب احلى شي انا ممكن اعمله. هو هدفي رئيسي. وما بدي يعني ما بدي بالضرورة اكمل بالتمثيل قد ما بدي انو كون يوتيوبر. فازا كان اليوتيوب بيتفعلي قد ما انا بشتغل فيه انا بكمل فيه. شو حبيت اكتر شي يعني شو وين بتلاقي حالك بعدين انت كيوتيوبر. يعني شو طبيعة المحتوى اللي انت هيك بتنبسط تعمله. انا رح اعطيك هدفي بالحياة ازا كان انا ماديا باليوتيوب اموري تمام. هدفي انو اعمل احلى فيديوهات على المنصة تكون احسن من احسن اليوتيوبرز. كون متعوب علي بالمونتاج وبالحكي وبالكتابة وبكل شي. هدفي اعمل كتاب كذا كتاب حتى وينباعوا. هدفي امثل بافلام لانو اليوتيوب تبعي صار كبير وانا صرت بقدر اعمل افلامي الخاصة حتى. حالتي هلا يعني ما بقدر اعمل هادا الشي وهون عم يصير فيه متل صورة انا بديها وصورة انا موجود فيها وعمصير نزاع بين الصورتين. والشي اللي بحل هاد النزاع هو انو يكون ماديا اموري تماما هادا عمشتغل عليه حاليا. اموري تماما من اليوتيوب. لما تقول كتاب شو شو الكتاب. انا كتير متحدث. ما بعض ابيان عليك بهذا الفودكاست. بس في كتير مواضيع بحب احكي علي. ممكن احكي على شغلات نفسية انو العلاقة مثلا بحياة صانع المحتوى او او تجربتي شخصية كشخص كان بسوريا وجاء على دبي وعاش فترة اليوتيوب وعاش فترة الحرب بسوريا. وشغلات يعني يكون انا مهتم في العلاقة بالعلاقات مع العالم وطبيعة اشخاص وهيك. في كزا فكرة يعني بالي وتمنى. انت بحكينا عن مواضيع برأيك انو برات اليوتيوب بتهم العالم اي يعرفوها. يعني وخصوصا يمكن ازا كان جيلك او جيل المنطقة. اللي يمكن يعني انا كتير عملت انتروفيوات مع مع يوتيوبر. ومعظمهم بتسائب من العراق من سوريا من تركيا. بس اني يمكن سوريين او عراقيين يعني. سيقبت انو يمكن جو الحرب جمعهم بهال البلاد او طلعهم من هال البلاد. ونقلوا يعني صار صار عندو نفس الحال يعني. كلو هاجر يا تركيا يا على سوريا من العراق. بعدين على تركيا. فشو القصص اللي هيك بتحب انت تعبر عنا. تفيد الشباب. او شو ما رأت في حابب تشاركو معي. هلا هو السؤال شوي. واسع. شوي واسع اكيد. وفي يعني وانت عم تحكي هاد الشي في مليون شغلة بتخترب بالي. بس انا الاشي اللي بقدر احكي عليه هو تجربتي الشخصية. اشلون انا بدون شايفان حال. انا بنيت حالي نوعا ما من بلدي من مدينة كان صعب تبني حالة كفية. عملت شي كتير ناس ما قدرت تعمله. عم بيان حالي انه انا كتير شايف حالي س انا فخور بحالي. انا الشي الوحيد اللي استعملته هو الانترنت. هو الانترنت. يؤسفوني قديش العالم ببلدي ما عم بيدروا يستعملوا الانترنت لي كونوا من حالهم شي منيح. في كتير ناس عب بيقدروا يعملو هادشي وانا كتير فخور فيهم لما شوفهم. ولما شوف شو شو شغلات الشباب يلي يلي انا كنت بعمرهم ما عم بيدر عمل هادشي لانه هلا التكنولوجيا صديت اوه بكتير. والناس انا بعمري لحتى تجيب كاميرا مثلا بدك تجيب بدي يكون معك مصاري بدك كذا. هلا بكاميرا الموبايل انت بتدري تعمل شغلات بحياتي انا ما كتقدر عاملة. عندك الزكاة الاصطناعية عم يخلق فرص فظيعة للعالم. فيقسفني لما اشوف ناس عم تطلب من العالم تعلمها والطعمية بالمعلقة شغلات. هن بقدروا لأول حالة موجودة على الانترنت بس بيبحث على جوجل. فانت انجليزيتك مامنحة. تعلم انجليزي اشتغل حالك. يعني يق هاي الكلمة كتير بانه بتوصف انه في كتير فرص انه الناس طالع مصاري كتير مثلا وهن عايشين بسوريا. وناس ما عم بتطالع هادشي عم تشتغل بشغل عم يجي اياها على راتب صغير بس لانه هي ترفض او ما عم لفكرة استعمال الانترنت بطريقة الصح. علمت حالي انا اخرج واصور فيديوهات واسجل صوت واعمل منتجة. كل هدول الشغلات على الانترنت بدون ما ادفع ولا ليرة بس لاني عم بستعمل الانترنت بطريقة صحيحة. ووطر الشخص عنده عزر ان انه ما يستعمل الانترنت ليصير احسن حدا ممكن يصيره. فاي حدا بيطالع حاله من الحفرة اللي هو في اذا كان بيعتبر حاله بحفرة. مو بس هاد الشي بسوريا او يعني ما بدي بيان ان سوريا هي. انا بالنسبة اللي سوريا كتير حلوة. وبيدي ارجع عليها وبحب عيش فيها وما عندي مشكلة فيها. بس بالنسبة لكتير عالم عيشتم بسوريا مالة كافية وبدون يطلعوا من الشي اللي هني عم بيحسوا فيه. وهنا بيقدروا يعملوا هاد الشي بس ما بعرف ليش ما عم يعملوا هاد الشي. ما بعرف ليش عم نطلبوا من العالم تعطينا جواب بينما نحن نقدر نلاقي الجواب. كتير كومنتات تجي عندي على اليوتيوب شرح لنا كيف نطالع كذا كذا. اذا بتكتب هلا على جوجل كيف وعن جد بتدرسها وتتعلم بتقدر متل ما انا عملتها. اذا بتحط نفس السؤال اللي سألك يحطوا على جوجل يطلع جواب. الفرق بس انه انت بدأ هي عملية سؤال انه عطينا هاي هي عملية تسليم مسئولية لشخص تاني. هي بس انه. اشتغلها انت عني. اي انا ما بدي يحس بها المسئولية اخدها راح اضل انا بحالتي. بس لما انت تأدرك هاد الشي بتصير انت بتاخد مسئولية. لا بتبطل حابب تساعد الشخص اللي عم يسألك السؤال اذا هو متل ما قلت انه جوابه موجود على الانترنت بدك انه ما بدي يكون قاعد بس على الصوفا هيك وانه انت عطيني الجواب يعني. تماما يعني هي بس حدا يسألك هاد السؤال عرف انه هو ما بده يشتور. بدون ما هو. انا من الاشخاص اللي بيبعتوا لي مساجات كتير يعني وهيدا يمكن ان شاء الله هيك توصل فكرة بطريقة positive مش بطريقة negative يعني. لما شخص بيطلب مثلا سؤال او عم يستفسر عن شي او بيطلب يمكن مساعدة او مشاركة او علمنا كذا او قلنا كذا. طب انا برجع بتطلع بشوف طب انت شو عملت يعني انا بساعد شخص هو حابب اول شي بحب انه يسأل ما رح يجيله عنده بحب انه يسأل بس لما انا بتطلع ببروفايله بمعنى انستجرام او هيدا بلاقي انه مش حاطه ولا صورة. طيب انت عم تحكي عن تصوير او حاطت صورة بس يعني مخصة بشي يعني انت مش عامل مجهود لتفرجي بروفايل معين بابسط شي مش عم نقول انه بدك تحط شي يعني تكون كتير professional بس انت لما لما عم you're seeking the help من شخص بدك تفرجي انه انت انت انترستد انه انا اذا ما بشوف الشخص انه هو مهتم ليه بدي ساعده طبعا يعني تفرجيني انه انت مهتم بس بعد بدك شوية مساعدة بدك شوية يعني دفشة صغيرة بدك اعطيك هيدا بتلاقي انه انا بركض للاشخاص اللي بحس انه لأ انه فعلا انا ازا ساعدته رح يعني يغير شي عنده طبعا بس الشخص اللي اللي عن جد مش عامل مجهود انه يعمل شي وبس لك عم يسأل انه ما بشجعك مزبوط يعني انت لازم تكون طريقة تفكيرك انه انا اصلا ما بدي احتاج مساعدة حدا يعني كيف انا بوصل لانه كل شي موجود already يعني كل شي موجود وشغلة تانية يعني مثلا انت الناس بتحكي معي مثلا انت بعتلي ايميل مثلا هل لازمك مثلا يعني كيف تقدر تساعدني انا شخص مثلا معي هيك ما معي مصاري عمري هيك كزا بس مثلا ما بيفكروا انه شو القيمة انت ممكن تقدمها مثلا بينما انت وهذا يعني يعني 101 انه بزنس انه انت لما تحكي مع حدا عروض عليه قيمة مثلا انا تعلمت مونتاج وسمع لازمك اديتر مثلا بعتلي هداك اليوم ايميل شخص قال لي هذا جزء من الفيديو انا عملتلك يا مونتاج وشوف وقت شفته قلت والله يعني انا بقدر استعمل هذا الشخص بقدر يفيدني طيب شون انا بقدر فيده شون بقدر مثلا اذا هو يشتغل عندي كاديتر مثلا يجي خبرة كيوتيوبر اذا هو بدي يصير كيوتيوب او كذا فالشغل بتبلش من انه انت تحاول تقدم قيمة كمان نظبوط يعني هذا الشي اللي عم بحكي عنه انا مش انه بالعكس انا مع انه اي شخص يطلب مساعدة وانا بطلب مساعدة من الاشخاص يعني انا ريتش اوت فور بيبل يعني انت لازم تروح عند الاشخاص وتطلب منهم مش المساعدة مش بمعنى تقليم من قيمة الشخص ابدا انا بطلب مساعدة المساعدة مش مدية المساعدة انه انت عم تطلب معلومة او عم تطلب مثلا من خبرة من شخص او تقول له ساعدني على هيدا البارت او هيدا الشي اللي انا حابب نزله او ساعدني يمكن كيف يعملوا هاي الصورة او كيف يعملوا هيدا الفيديو هذا بالعكس كتير مهم ما فيك تضلك انت قاعد بالبيت وخصوصا اذا ما عندك امكانيات وناطر العالم او عم تندب حظك يعني عم تقول انه انا حظي مش حلو طب انت شو عملت لحالك بالعكس انا من الاشياء يعني بحب الاشخاص اللي reach out for seeking for answers for help اعطيني معلومة فيدني يعني انا رامي مثلا انا رح اتصلت فيك قلتلك تعال عندي على البودكاست يمكن رح ضلني تتابع معك انه يلا تعال 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 اذا انت ما حصيتني مهتم انه انا حابب اعزمك وتكون ضيفة كيف دي جيبو ضيوف على البودكاست انه هني بدي انتو الرامي انا لهو اللي يحكيني او غير رامي فبالعكس انا كتير مهم بس قبل ما نطلب نحنا المساعدة انه بنا نكون عاملين مجهود للانسان الشخص التاني يشوف مثل هيدا الشخص اللي قلت عنه انه عمل لك مبادرة هو عمل فيديو ما عنده اعطاك له مضبوط وهي شغلة طبيعية تحميل المسئولي شخص تاني هي شي طبيعي انا رامي عبدالحاية عاملة من قبل انا قبل ما ابلش على اليوتيوب انا حاكي مع عالم قايل لهم انشروا لي هدو دول الشغلات وشغل اللي بنمرأ فيها كلها اتنبس انا عم بحاول اعطي اعطي خبرة بعد كل هذا الشي وعم بحكي ووضح انه الشي الوحيد اللي رح يخليك انت تكبر وتصير منيح وانه انه انه لحالك توصيل عن طريق الموارد موجودة عن النيت وهي حالات السوشال ميديا بقدر رجعوا يعني انه ما لك متطر تعتمد على حدا شغلة كلها بايدك ومو بس على السوشال ميديا انه اذاك طالع مصاري تمن اذاك تعيش لعائلتك طالع حالك من الموقف اللي انت بشع يعني هلا في كتب مليانة عندنا مترجم للعربي ممكن انت تقرأ عشر كتب او تشوف بودكاست بالانجليزي مترجم كأنك اعدت مع واحد مليونير جنبه لمدة ساعتين وطالع حالك يعني انت الناس بيدفعوا ملايين دولارات مشان يحضروا مع هاد الدكتور هو عم يعمل عملية او او يحضروا مثلا شي واحد فاينانشل ادفايزر مستشار مالي بس ما منهم مستعدين مثلا يقروا كتاب او فكل شي موجود على انترنت بالضبط الانترنت المعلومة صارت سهلة هلا بيضل في انه انت يعني بدك تعرف انت شو بدك بالحياة يعني اوكي المعلومات موجودة بس مرات بيكون الواحد مش عارف شو بده وبعد ما اكتشف هو شو بيحب مخصوصا يعني شاب بعده طالع وبيقول لك طب انا ما بعرف يعني كيف بدي يكون هيك او فعلا انا بدي يكون هيك انا بدي يوتيوبر فعلا انا بدي يكون يعني عم بيدور على معين مزبوط هلا هي شغلة كتير بتنسئلي بالزات وانا كان عندي مشكلة فيها انه شو هدفي بالحياة انا حكمات اهلي اتنينة واندكاترة وانا كنت نوعا ما بالدراسة فاشل يعني مو فاشل بس انا ما خلينا نقول عقلي ما نعمل لحتى يحفظ معلومات ويرجع يكتبع على ورقة فكان عندي مشكلة انه انا شو هدفي بالحياة انا كان بدي يكون دكتور بيطري مسلا بس صاروا الناس يقول لي انه هاد شي ما كتير قوي حيوانات مقرفة كذا كذا كان هدفي يكون ممثل بس انت ولد او شاب اهله دكاترة وعيش بحلب بسوريا شوندك تصير ممثل كان بدي يكون محامي بس ببلدنا مثلا هي الشغلة ممكن تكون فيا يعني فيا شغلات انا مالي حابب تخل فيا كان بدي يكون دكتور نفسي قالولي هي الشغلة انت عب تصير دكتور مجانين ففي كدير شغلات نحن بالحياة بنكون بدنا بدنا نعملها بس بيصير لا اكس بتصير متل لما انت عم تعمل على الانترنت خيار وهذا الخيار فضي ما بتدد تكوس عليه فاول خطوة انه لازم تشوف شو هي الخيارات الفضية عندك وتشيل هذا الفضي انت بتددل تعمل اي شي الحيط لما تكوس عليه بدك تقتنع انه انت ممكن تتني الحيط مثل ما بيقول ستيف جوبس يعني كل القوانين اللي هي كانت محطوطة بالعالم هي محطوطة من الناس قبلك انت اللي بدك تغيرهم هاي اول شغلة تاني شغلة انه بكل بساطة بدك تجرب اكتر ما يمكن شغلات انا هلا عمري ثلاثين سنة بس لسه مصر ثلاثين عشر بس انا مقامن انه لسه حياتي انا الهلا ما بعرف شو الشي اللي بديو عمله لاخرة حياتي وهذا شي طبيعي ممكن نحن هلا بهذا العصر انت ممكن تعمل شغلة لمدة سنة بعدين تعمل شغلة تانية مختلفة تماما لم اشتغلت فيها وتعمل شي الاحسن اليك فضل عم تجرب دور عم تتعلم الريسورسز موجودين اونلاين لحتى تتعلم اي شغلة بدك اياها معادة انه تكون دكتور او مهندس و الامكانية موجودة حشبتني انه حكيت حكيت شغلات كتير كتير فعلا انا مرأ من معي فيها انا بصغير يعني انه قصت كمان نفس الشي دكتور نفسين كنت حبب اعمل دكتور نفسين قالوا لي بكرا بطلع مجنون كمان هايدي يعني المجتمع هو بيقلك شو بدك او او الاهل بيقلو لك شو بدك تعمل او هايدي النظرة الخاطئة عن الاشياء اللي انتي بدك تعمل عن دكتور بيطري نشويك شغل مع الحيوانات وكأنه يعني اقل قيمة انك انت اذا دكتور بيطري غير دكتور تاني يعني عيون او دكتور دنتست فا ادي منا نسبع من الاخرين او من المجتمع هايدي رأيهم ونحنا منا نتأثر فيه يعني ما بتعرف انت شو تركت يمكن كان في شي انت حابب تساويه وحد اغير لك رأيك بمجرد قالك كلمة صغيرة ان شبتك بالشغلي مرات بكون انت شخص بهمك امره هو ما حكى شي هو يمكن بنظره وانت طفل بعدك او شاب بعدك صغير وبرأيه هو انه ما حكى شي انه خلص شبتك بالشغلي بتطلع مجنون بس هالكلمة قالك هي بتغير مسار حياتك كله مزبوط لانه انت يمكن متعلق بها الشخص او شايفه ايدل اذا كان والدك اذا كان عمك اذا كان حدا من قريبينك او شخص انت معجب فيه وسألته سؤال وهو يغير لك مسار حياتك مع انه هادا الشي يمكن انت حابب تسويه مزبوط هلا كمان ممكن الشغلات تكون اعقد من هيك مسلا انت اذا اهلك اهلولك ما بتدار تكون ممثل لازم تتذكر انه انت معتمد عليهم ماديا مسلا فانت ما بتدار تصير ممثل اذا انت معتمد عليهم ماديا لازم تكسب حريتك قبل بعدين تعمل الشي اللي هو بعاكس رأيه اهلك هلا انا مسلا دخلت هندست عمارة لانه كان بدي اعمل شي اكاديمي بس نمبر اول لانه اهلي بدون هادا الشي وانا ما اعتمد على اهلي انا عايش معاون وانا بحاجة الان فهم بدك تغيير رأيي اهلك يعني طب ما قدي ضيع وقت هيدا قدي انت ضيعت هلا ما في شي راح دعان نهيه انت عندك شادي بس قدي ضيعت وقتك لو انه انت حابب تعمل شي وقالوا لك اوكي ودرستو هو وزيتو بدل ما تدرس تخصص تاني ما بدك تستعملو بالحيات هلا مثل ما قلت ما في وقت بضيعو انا لما كت عم بعمل هندست عمارة جدت خبرات من هالجامعة وكنت عم بعمل يوتيوب نفس الوقت بس انا برأيي انه انا ما بستاهل انه اعمل الشي يلي بدي ايه يلي هو اليوتيوب اذا انا ما برهنت حالي اني امنح فيه يعني انا اهلي ما اقتنعوا اني باليوتيوب لما صاروا الناس يجوا لعندهم على العيادة وقولولهم يا ايش اولادي بيتابعوا ابنك او لما تكون معهم بالمطعم وناس يجوا تصوروا معي يعني انت بدك تقنع حالك وتقنع الناس انه انت تقدر تعمل هاد الشي اذا انت مالك واسق فيه ليش لايحد يقلك ايه برافو عليك اعمله ليش لاهلك يقول لك اوكي يلا صير يوتيوبر واحتمال كبير تفشل وانت مالك واسق بحالك فهي ما لمسئولية اهلي انه انا دخلت عمارة هي مسئوليتي الي لاني كتير كنت جبان لدرجة اني ما كنت واسق بحالي اني صير يوتيوبر يعني انا لو واسق بحالي اكتر نكون يوتيوبر كما درست عمارة بس الحق علي هن نقدروا يضغطوا علي لانه انا مالي واسق بحالي كفاية لأعمل اليوتيوب وابطل اكون معتمد على اليوم ماديا محتد رامي انت تحمل حالك اكتر ما لازم تحمل حالك يعني انت مسئولية الاهل والاصدقاء والمجتمع اللي حواليك انه اول شي شجعك على اي مبادرة انت عم تعملها طالما انت عم تقول انا حابب والله عاملك ببيت ما بعرف او اي شي يعني يفترض انه يشجعوك على اي شي بعدين يمكن ان ينصحوك بعدين على يعني بالتوازي معاه انه يقول لك تابليك شو رأيك بهاي بس اتليست انه واحد تطلع بمبادرة معينة وهيدا الفرق بين المجتمعات اللي فعلا بتشجعوا اللي ده من هني وصغار بقولوا برافو بكون ولد صغير ممكن ما اعمل شي يعني ما ضروري يتقيم العمل اللي عمل الشخص قبيل قديش بدك تشجعو يعني مش انه والله انا عملت عمل كتير كبير يعني بستاهل اتشجع لا لو العمل صغير لان احنا ما بنعرف ايه تأثيره على الشخص قديه هو لو حجمه صغير يعني بيتوازوا او بيتناسبوا مع عمر الشخص فانا بيعتبر انه ما تقسع حالك لا بتستاهلت الجي شو ما كنت لو كنت بعدك ما نضجت هيك انت هلا يوتيوبر بس بوقتها يمكن كان بدك بس بتشجيع اكيد هلا شو انا بقامن انه اهلي احسن ناس بالعالم وهن يشجعوني ما انه قلو يلقوعك تعمل هادا الشي وما بصير بس كل مبت في كتير situations انت العالم ما بتدر تتوقع منه يشجعوك ما بتدر تتوقع من دكاترا مسلا ما بيعرفوا بالسوشيال ميديا بوقت قبل 12 سنة من هلا يفهموا انه مسلا شغلة اليوتيوبر بقداري طالع منه مصاري وشو هي وفي كتير اوقات انت بتكون غلطان يعني في كتير اوقات انت بتقول انا بدي صير مسلا راسم للوحات وهدو شغفي بالحياة بس انت بتكون غلطان ماديا مسلا فاكيد بدك تعتمد على المعطيات اللي عم يعطوك اياها اهلك فهون انت بدك تحدد انه انه انت واسق من هادا الشي ولا لا فانا ما كنت بوقتها واسق واكيد لو يعني ما بقدر اتوقع من اهلي يشجعوني على شي نحن كتير نكون بمواقف انه الاهل ما بتدر تتوقع منهم يشجعوك فانت بدك تقرر هل انت تواصق بهاد الشي لا تكمل فيه رغم انه الناس تانين يلي عمه خبرة اكتر منك بقدر يدعمو يعني ممكن لو اهلي ممكن احتمال كبير انه كانه الصح انه انا اوكي انا كنت الى مثال ناجح ليوتيوب بس ممكن اهلي كانوا صح ويوتيوب ما كان شي مناسب هلا انا مثلا ماديا على اليوتيوب مالي مية بالمية وهدو الشي بخليني فكر انه ما بخليني فكر انه ادخل بالهندسة العمارة بس بخليني فكر انه اوكي كان لازم مسلا من الاول انه فكر بالشغلات الماديات اكتر. فاهل الاهل بيشجعوا اهلي شجعوني. بس. جايك بول مليونير يعني. اي اي اي. ليش مالي جايك بول? لازم يكون مثل جايك بول. لك انه قدروا يعمله. بس عاملك لانه هلا السوق تبعهم اقوى. بس كمان يمكن المجتمع تبعهم بايمن فيهم. حتى يعني مش بس المجتمع. اي شخص تروح لعنده بتقلو هيكي. انه عندي فكرة معينة. يعني معظمهم بكونوا بوزيتف. بفتح لك مجال. نجحت اوكي. ما نجحت خلص اوكي فاين. يعني انت بتحمل مسؤوليتك. يعني بالنهاية لما انت عم تفشل بأي قرار عم تاخده. هون بتكون مسؤوليتك. يعني وما رح يطلع نتيجتها الا عليك انت. مزبوض. بس البداية لا فيها شيء مجتمع. يعني فيها انه تجيع من من اصحاب. تجيع من اهل. لا اي فكرة معينة. ما بتعرف ايمتها. يعني ما بتعرف ايمت الفكرة اللي طالع فيها الولد. يعني لو هلا انا بقلك يمكن من عشر سنين انه شخص بدي بقول انا ولا بدي اطلع ما بعرف يوتيوبر او انفلونسا. ما كان شيء هذا اصلا من موجود نزبوط كتخصص. حكيك كثير صح وفي شغلة تانية انه في كثير شغلة بنسوه العالم انه الاهداف بتختلف من شخص لشخص. يعني هلا مثلا انا ما هدف اكون جايك بول مع انه هو مليونير بس مثلا هل هو الريبيوتاشن تبعيته مناسبة لي بالنسبة لي لا. في مثلا الناس بهمون الفيوز. في ناس بهمون لا انه انا الريبيوتاشن تبعيتي تكون منيحة. او انه انا اعتبر كمسلا اثوريتي يعني بالعالم المسلا العربي. في ناس اهدافون انه مسلا يعملوا براندينج تبع البيش تبعيتهم حلوة. مشان ازا حكوا معهم براندز بس مثلا هنن ما بيهمون مثلا. يعني متل الشركات عند قنوات يوتيوب. ما بتجي بفيوز ممكن يكون الف او الفين على الفيديو بس بتطلع عليها بتقول. مرتبة. بس ما بتجي تقارن تشانل لبراند ويوتيوبر عم يجي بفيوز. فصعب المقارنة انه انت مسلا بتعمل فيديو مسلا ما نجح. بس الفيديو كتير حلو انت عم بتحكي فيه على شي صار معك بالطفولة. وكتير بيعني لك هاد الفيديو. وقدرت تغير حياة انسان عن طريق هاد الفيديو. كان ممكن مسلا يأزي حالو. بشو مكان بس استفاد من من هي. الناس بيشوفوا عليه مسلا خمسين الف فيو انت عندك مليون مشترك. بيقول لك بيعتبروك فاشل. بس انت بالنسبة لك الغاية من هاد الفيديو وصلت وهي. فهاي لعبة صعب انه تلعبها وبشعة احيانا لانه انت احيانا بتنشد لاهداف العالم التانية. بتقولوا ياه هاد السلم جايب كتير فيوز وهيك. بس انت ما هدفك في فيوز بس. انت هدفك تعمل فيديو حلو انت تشوفو تتسلى فيه تحسو حلو. ما هدفك مسلا تصور فيديو بجي بفيوز كتير بس انت ضحيت بصورتك قدام العالم. عملت مثلا تايتل ما لمناسبة. او كذبت بالاخبار. فصعب باليوتيوب تقارن حالك مع ناس تانيين. لانه انت عندك غير اهداف وغير اخلاق. اكتر شي اكتر شي باثر فيي هو فعلا لما انت توصل مسيج للعالم والعالم تتفاعل معك فيها. ومتل ما قلت انه انه شخصي يعني اكتر شي انا فعلا بمبسط فيه هالتفاعل من العالم اللي يجوا يقولوا مش مش ضروري انا يمكن ضيف اللي انا جبته انه فعلا اثر او غير او يعني هايدي ما بتنوصف. لانه بتحس انه الانجاز انك انت يعني توصل ما بدي اقول مساعدة بس توصل مسيج للعالم والعالم تتفاعل معك انو شو فيه احلى من هيك بالحياة. وممكن تكون مساعدة المشكلة انه مو بس ما بتنوصف ما بتنلمس. يعني انت ما بدير تشوف التغيير يلي صار بحياة الناس بشكل مباشر. بس لما تفكر فيه مسلا انت المحتوى يلي شفته بحياتك قديش غير حياتك. لما تحاول انت تفكر بي انو عن جدا ان المحتوى تبايا يعني غير عقلية شريحة كبيرة من الناس وممكن يقلو تأثير كثير كبير. هلا انا شخصيا بفكر بهالشغلي لانو مسلا بابا مسلا دكتور عاصمية ماشي. وانا شايفهم انقص حياة الناس عرفت. التأثير تبعه كثير كبير. وواحد من اهدافي بالحياة اني حاس انو انا عم بعمل شي مهمة البابا. ماشي. فبقول لحالي طب انا يوتيوبر عم بعمل فيديوهات ترفيهية. ان شون بقدر شون بقدر بحياتي يوصل لالشي العظيم يلي هو عملو. بعدين مسلا الحالي انو انو انا عم بعمل فيديوهات ملايين عم يشوفوا. عم بجيني كومنتات انو انا مسلا كثير غيرت ليه بحياتي. انا اطلعت من الشي اللي كنت عم بعم الشي اللي كنت فيه و ساويت شي من حالي. او او يعني انو بتأدرك انو عن جد انو الشغلات اللي انت عم بتعملها عب تغير بطريقة بطريقة تفكير الناس. وهذا الشي له تأثيرات كثير كبيرة ممكن ما يكون ملموس مثل انو والله شخص انت عملت له عملية وكان رح يموت وعاش. صح. بس 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 على المدى الطويل. مضبوط وما هي يعني الوسيلة تغيرت. بس وكمان انت ريتش طبعك كثير اكتر من والدك. لو انو هو فعال اكتر بشغلة واحدة عم يعملها. بس انت ريتش طبعك كثير اوسع. يعني فهو ما بتعرف النتاجه. قد هي مفيدة وان شاء الله ما بتكون مضرة يعني. بس انو انو فيها تكون مضرة لانو عندك ريتش. بس اكيد هي عم بتتغير. هاي الشغلة ميزان يعني انت بالشغلات اللي منيحة عم تعملها عم تأسر كثير. بس ما عم بتشوف هاد الشي. فهدا الشي انو بحسسهاك يا الله انا ما عم بعمل تأثير. بس بنفس الوقت بالشغلات المامنحة لعم تعملة. يلي عم توصله لكثير عالم عم تأسر بشكل سلبي. بس انت ما عم بتشوف هاد الشي. فتخيل قديش انفصالك عم تأثيرك لمحتواك شي بيشع. بالمنح انت بتحسها لك ما عم بتعمل شي مفيد. وبالسيق بتحسها لك ما عم تعمل شي سيء فهذا لسه ابشع انه انت عم تعمل فيديوهات عم يجيها ملايين المشاهدات عم تقدي لجيل كامل عم بيطلع كتير سيء بكل نواحي اخلاقيا كذا كذا وانت مالك مقدرك بهذا الشيء اي عادي هو مجدد محتوى اي عادي عم طالع مصاري مزبوط هيدا اللي ما بيعرف قدي بتتأثر بالتعليقات اللي بتجيك او قدي عم بتتفعل معها بتوقع اغلب اليوتيوبرز بيعرفوا انه التعليقات اللي اكتر شي بتدايق هي التعليقات اللي بتجيك من الناس اللي عنجد بتابع محتوىك وبيحبوك يعني انا اول ما بلشت لما ما كان عندي انه فان بيس كان بالنسبة للتعليقات السلبية انه شي كتير عادي وبالعكس انه انا بمبسط انه يطلع هدول مدائم فيديوهاتي انه شعور انك انت تعطي اموشن لعالم ما بتعرفه ان شعور حلو كان سلبي ولا ايجابي خصوصي انسى انت ما بتقيم رأيون بس الناس اللي بتقيم رأيون هن عنجد المتابعين يلي قضيين وقت كتير ع فيديوهاتك وشايفينها وحابينها من قبل نفس الناس اللي يقولوا لك انت شخص كتير بتغير بحياتي كذا ممكن يكتبوا لك انه هالمرة مثلا انت يعني هالمرة ما زبطيت معك هاد الشي اللي اكيد بداية بس يعني هوبفولي بيكون انه هاد نقط بناء بتقدر تستفيد منه يعني هاد الهدف بالاخير ما بيكون انتقاد اكبر من هيك او شي يأثر فيك او يخليك يحب لك احباط او ما يخليك كمل هلا انا شخصيا تعودت وفي كتير شغلات يعني مثلا تعليقات على طريقة حكي او تعليقات على مثلا شكلي او شغلات وما كتير بتلعب دور يعني خلص انت بدك تكون قابلان حالك يعني وبدك تكون قابلان لفكرة انه انت لما تعمل content على اونلاين رح يجيك هذا الشي يمكن بتكون موجودة اكتر عند اشخاص يمكن يعني انت ما شاء الله انك شاب طالع وموديل وبتصور بقليل تنمر رح يكون ايك بحيس ما بعرف صلح لي اذا عم تجيك تنمر بتأثر فيه هلا انا ما بقدر احكي عن الناس يلي مالهم بنفس حلاوتي بدا سيئة سيئة بالنفس حكي بدا صلابة وهات الشي بيجي مع الوقت انا بحيس انه البنات يعني عندهم مشكلة اكبر بكتير من دول القصص يعني هيك بتخيل يمكن بس كمان يعني حتى الشباب اللي عنده شك بحاله او ما عنده الشخصية يعني الكافية انه يواجه هاشي او ما يعتبروا هيدا الشي انه يعني شخصي لو انه اجي التعليق من هون هون صدقني يعني البنات او الشباب ممكن ينقزوا بنفس الطريقة بترجع للشخص قديهو محصن مضبوط انا عم بحكي عالتعليقات انه عالشكل بالزات بس التعليقات اللي علاقة بالشخصية او بالمحتوى انا برايي انه هو الشخص اذا عنده مشكلة بهذا الشي بدا يقمننا اذا اجي كومنت عليه يعني مثلا انا عندي شعور انه مرة مثلا بعمل فيديو شوي مستعجل فانا بعرف هاد الشي قبل ما نزله فلما يجي كومنت عم يعمل تأكيد لهذا الشي انا بقول شعور بشي انا معه حق هو اكد للشغلة انا كنت خايف منها كنت مفكر الناس ما رح يحسوا عليها بس اذا شغلة انت يعني ما لك بقتنع فيها ما بتتدايق فهذا هو انه اخذوا البناء انه تعرف انه اوكي هاد المعه حق لازم اغير هاد الشي مرات الجاية اذا بتستعمل الشكل بالمحتوى الشكل ايه يعني من شخصيتك من شكلك من كذا قديش عم بتلاقي انه انا اذا بلعب على هيدا الوتر بكون في عندي معجبات معجبين ما بعرف هلا ايش شغلي بتضحك عن جد بس انا مثلا لما كون قاعد مع عائلتي مثلا او عائلة قريبة و بعيدة بلول انه انت شو عم تعمل هلا بلون دعايات وهيك فور اول شغلة بلون ياها بس انه انا انه 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 عندي شي تاني يعني هاتفي هاتفي ايش بسمو واع عم وما يكون عندك شي ما بعرف هلا بطل عندي شي بصورت بس شكل لا بس انه صورت ما بعرف احكي بس اصدي يعني انا بفيديوهاتي بشكل واعي ما بحب اعتمد على شكلي و بصور كتير فيديوهاتو انا يعني صلي في عشرة سنين ما يمتحمم وبحب يعني اعمل فيديوهات تكون العلاقة بالشخصية وبالافكار اكتر من الشكل بس انه ما بدا انه انا حلوي يعني صعب بالضبط صعب ايش بصور كثيرا ايش بصور كثيرا عم جد فيه هكي اشيه كمان عملتها انه بصير ترندينج اديل ترند مهم كمان بالمحتمى و كيف واحد بيخلق ترند عملت اشيه مهضومة تبع الراب العربي هلا الاكيد اي نصيحة لحدا يوتيوبر مبلش جديد انه استعمل الترندي سامهوه التنت كنت تلاقي انت الترنت هي طالع مثل مثل خيمة كشكل كثيره مثل المثلث و هو الزرورة فاذا انت بدر تدخل قبل زروية المثلث فامت مسك هذا تماما في existence هو الهام و هذا الشي تلقي انك تكون واعي нужно احداث اللي تصير كل يوم و تشوفNSل في اخبار كذا ويكون عندك التاكب تبعيتك?? تكون عندك إنه أنت شو ممكن تحولها لشي تاني هلأ شغلة إنه تعمل أفكار جديدة ومسلا فيديو راب العربي أو هيك هي أنا برأيي بتجي مع الوقت ودراسة الخوارزميات بمنصات معينة مثلا شغلات بمشي حالة على الإنستغرام الإلغوريثم الخوارزميات أنا بالعربي تعيس لا أنا بالعادة بحكي يون كلهم الإنجليزي وصحيانا بالبودكاست بقولولي إنه لا لو تستعمل لأنا أفضل فعلا فعلا يعني أنا مبسوط منك أبتحكي باللغة العربية كتير منية هلأ بكون كرل للكومنتات إنه ليش قلت مدري شو بالإنجليزي بس مع الوقت بتصير بتعرف إنه شو شغلات بتنجح شو شغلات لا بس نصيحة مهمة إنه إذا أنت عم تعمل شي بس لإنه ترند أو لإنه وهي ما رح تكمل يعني لازم تعمل شي إنت مستمتع فيه لحتى يجيك منه دوبامين يلي يخليك إنك تضلع متنزل إذا بتعمل شي بس لإنه الكلام يعملو إذا عم تعمل شي بس لإنه ترند ما رح يعني عجبتني الدوبامين فيت فيه هون إيه كتير كتير لأنه هاي شغلة بتوقع كل صانع محتوى وكل شخص عنده لازم يكون هو البوس طبع حاله لازم يدرس عن الدوبامين ولازم يعرف إنه ليش هو عم يكون منتج ليش ما عم يكون منتج لأنه إذا ما عم تدرس هذول الشغلات إذا أنت مسخليا نقول بتلعب فيديو جيمز وعب يجيك كمية هائلة من الدوبامين من هذول الألعاب ليش ليش لتعمل محتوى مستحيل الدوبامين اللي عم يجيك من إنجاز مهمة إنه تعمل فيديو أو محتوى يكون بكافة الدوبامين الهائل اللي عم يجيك من إنك تلعب لعبة أونلاين فلازم تكون يا أما تجيب حدا تتفعله ما صاري تقول له تأكد أني أنا عم بيشتغل شغلي كتير كتير هاي واحدة من الصعوبات صناعة المحتوى إنه أنت لما عم تشتغل بشركة عندك بوس عم يقلك شغل من هلوقت لهلوقت عندك تاسكس إذا ما عملت رح يقلعوك من الشغل حرفيا أما كيوتيوبر انت بتدل شهرين ما عم تنزل شي وما حدا رح يقلك شي ما حدا رح يقلك ليش ما عم تنزل ممكن إنه شوي كومينتس يجيك إنه ليش وين مختفي كذا بس ما بتفرق معك لما يكون عم يجيك دوبامين من إدمانات ثانية فلازم دايما يعني هاي مال على صناعة المحتوى بس كمية الدوبامين اللي عم تجيك من الشغلات اللي ما لها شي ما لها هدف بحياتك أو ما عم تقدم أو تأخر تعملها المت يعني تقللها تخففها ما تستمتع بها الدوبامين هيدا اللي يعني هو شعور بالسعادة الدوبامين اللي يعني ما كتير غليز وكتير باحث بالقصة إنه هو الشي اللي بيجيك من إنجاز مهمة مثل أنت مثلا أي شغل ممكن مثلا تشرب كاسة مي هاد شي بيجيك من الدوبامين مثلا عملوا دراسة على مجموعة فقران أول شي شلون كانت شعلوا لهم الشي اللي بحسوا فيه بالدوبامين لقوا إنه الفيران بطل عند هذا الشعور اللي إنه بدي تروح تشرب مي هو كان شغل معادي أكتر إنه بيكسوا على الزر بيطلع لهم منهم مسلا أكل بعدين بعد فترة شالوا الشي اللي بخليهم بيحسوا بالدوبامين شافوا إنه بطل عندهم هاي الرغبة إنه يقوموا يشتغلوا ويكسوا على الزر لحتى هاي بس لما بحطوا أكل بيتمهم بياكلوا معاناة هنين ضل عندهم شعور الرغبة بالأكل وكذا بس ما عندهم الرغبة الدافع إنه هنين يقوموا يعملوا فكل شي بحياتنا بتعلق يعني كل المهمات اللي بنعملة هي العلاقة بالدوبامين وكل شي بحياتنا من إيسو قديش نحن عمي جينا دوبامين إذا أنت عندك هيك الخط تبع الدوبامين إذا إجاك علو كتير كبير بدو ينزل تحت تحت الطبيعي وبعدين بيرجع بيعمل ريكوفر مع الوقت فالفكرة الأخيرة إنه إذا عندك هذول السبايكس اللي كتير كبيرة بالدوبامين فبدأت تساوي السبايكات اللي صغيرة مالا مهمة تصير أنت مالك متحمس تنزل معرف قاتك لمدة ساعة لأنه إذا تلعب لعبة عم يجيك هيك ليش لو تاخد هاي العقل ما بيعرف إنه مثلا هذا الدوبامين ما منيح وهذا الدوبامين منيح العقل ما بيعرف أنه إذا تزلت معرف قاتك ممكن تعمل سوشيلايز حياتك كتير شغلات تتحسن بس بيعرف إنه هالدوبامين كتير يا بدي أروح لعنده ما بيعرف فأنت بدأ تكون حاكم نفسك تتعرف على شغلات بتعطيك دوبامين كتير كبير وما تكون مفيدة بحياتك وتشيلها أو تخففها من حياتك ما نتعلق بالأشياء اللي بتعمل اللي فيها كتير سبايكس أب أن داون لأنه كمان بتأثر على صحتك نفسية يعني إذا أنت رابط ساعاتك بأشياء معينة من منها إنه يمكن عدد فولورز معين أو أو مناطر أنه أنت تنجح بس يعني بنجاح مؤقت إنك يمكن أنت نزلت بوست على اليوتيوب أو أو بالإنستجرام وجيب يعني مشاهدي وإنت صار عندك سعادة فضيعة بس لحظية لهالشي لأنه من بعدها في داون في سبايك بالعكس يعني بدي يكون مزبور فبتصير تتأثر نفسيا يعني أنا برأي سعادة هي إنه الشخص يعطي إيمي للأشياء اللي إلي معنى بالحياة ويكونوا هولي مثل الفاكهة بس تبع سعادته اللحظات الصغيرة اللي بتبرق بحياته الإنسان إنسان لازم يهتم بأهدافه الكبيرة أنا برأي أهم شي إنه يهتم بصحته النفسية وبصحته الجسدية وبأهدافه بيقول أنا شو سبب وجودي هوني وليش أنا بدي أعمل هيدا التاسك أو هيدا المشوار لوين بده يوصلني يكون عنده هدف ويقدر يساعد العيلة طبعه أو أصحابه يقدم له مساعدة إنه هيدا هول ثلاث أشياء بيخلوا الإنسان يكون سعيد بحياته مزبوط والدوبامين هو هيك يعني يويو موجود بحياتنا الحلو فيه إنه ممكن نضمن عليه يعني هو يعني ممكن عند شراء غرض إنه يسقي على الدوبامين أو إنه أنه أنت حابب يمكن تشوف صاحبتك أول مرة إنه بيعلى الدوبامين بس إنه الأشياء اللي فيها معنا يمكن ما فيها دوبامين عالي بس فيها استمرارية أكبر مزبوط وهي العلاقة بالشي الفوري والشي المؤخر يعني هل أنت بدك هلأ مثلا تشرب بيبسي مثلا ويجيك شعور فوري حلو ولا مثلا بدك تعمل الشغلة يلي مثلا خلينا نقول فيديو على اليوتيوب أو خلينا نقول تدرس محاضرة بالجامعة يلي ما رحت يجيك شعور دوبامين مباشر بس بعد فترة تحس إنه أوكي أنا نجحت بالجامعة فهذا الشي عطاني شغلات ثانية بدك تشوف الهدف اللي بعيد مزبوط الشي اللي له معنى واللي يعني يمكن الدوبامين حلو عالطريق بتلاقيه بالجورني تبعك بتلاقي إنه أشياء up and down صغيرة بس هاي بشوفها بالفايننس أنا أكتر شي يعني إنه بينزل عندك الكاش بس آخر الشهر يمكن ربحان بس إنه اليوم أنا خسران مزبوط مزبوط يعني ما منا نحسب اليوميات طبع حياتنا ما نحسب الأهداف الكبيرة الجورني مزبوط لازم يكون دايما عندك رؤية لشو هدفك بالأخير وانا برأيي الرؤية لازم يكون مو بس إلك يعني ليش أنا عملك كل هاد الشي مثل ما انتلت يعني هاد سؤال لازم دايما عندك تسأل حالك لأنه في كتير ناس عندهم إنه لا ليش أنا أشتغل ليش أنا أشتغل حي زيادة ليش اليوم ما أنزل ألعب ورق مع رفقاتي أو ليش ما ألعب فيديو جيمز أربع ساعات خمس ساعات باليوم يعني إذا ما عندك هدف أكبر من هذا الشي فأنت رح تكون رضيان وفي نسبة كبيرة من العالم ما عندك مشكلة بهذا الشي يعني في شريحة كبيرة من المجتمع بيرأيي إنه نحن ما عم نهدف بالحياة غير إنه نعيش وننبسط بنييالة مرات صدقني رامي مرات يعني أكيد أنا ضد هالفكرة بس لاسترس يعني فيه أشخاص أخي ما بعرف إنه قادرين يعيشوا اليوم بيومه و they don't care about the future at all يعني هي موازنة يعني كمان الشخصي اللي بس إنه أنا كنت هذا الشخصي اللي إنه طول الوقت لا ما بدي أنزل معرفاتي كنت ضيع يعني كنت روح عادات مع أهلي أو عائلتي مقابل إنه أنا أشتغل على هدفي وهي بقول لحالي عم أشتغل لهدفي مشان أولادي المستقبليين طيب أنت أهلك موجودين يعني أنت عم تضيع كمان شي ما رح يتفوت مشان كذبة يمكن عم تكذبة إنه أنا هاد الشي مشان رفقاتي مشان أهل بعد ما أجي أولادك يعني رابطين السعادة بالمستقبل على طول على رابطين السعادة إنه بس نوصل لهيدا الشي أو لبكرة إنه هونيك رح أنبسط مزبوط عارف كيف إنه ولا مرة ما نفكر اليوم بس عالطول بس توصل لهيدا تحط هدف تاني وهيدي هي بدك تكون موجود باللحظة ممنون لكل شي عندك ياه وتوازن يعني هلأ في ناس ما عندهم هالشخصية المدمنة أنا عندي اها أنا عندي شخصية مدمنة يعني مثلا زمان كنت مقدمين على الفيديو جيمز مقدمين بشكل ما طبيعي يعني كنت ألعب يمكن ما بعد ثمان ساعات باليوم لبديت مثلا سنين وهذا الشي كان طبيعي فحاكي هاد الشي فيديوهاتي السابقة فهوني انت بدكت يعني أنا هلأ 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 بكل هالوعي وكل هالكذا إذا لعبت فيديو جيم بعرف إنه باليوم التاني بدي يصير كمان وكل يوم ما عندي هالتحكم وما بدر ألعب ساعة بس لازم يعني ست ساعات ياه ما ما بلعب فهدول الأشخاص هازي مكونوا أكسترا أكارفل على الدوبامين اللي عم بيجي يون ممكن يؤدمنوا على الأمار ممكن يؤدمنوا على الكحول ممكن يؤدمنوا على كل شيء يعني برأيك الشخص اللي بيكون عنده إدمان على أي شيء أو تندنسي على الإدمان ممكن يؤدمن على حي الله شيء بالحياة هلأ هاي ما يعني خبرتي العلمية ما بتقدر تجاوبك لأنه أنا بعرف إنه مثلا مثلا ما أدمنت على شيء بحياتي غير الفيديو جيمز فما بعرف إذا هذا الشي ممكن يترجم لشي تاني لأنه كمان العلاقة مثلا هل أنت بتآمن إنه مثلا شرب مثلا مشروب شيء منيح ولا لا يعني العلاقة بالأخلاق العلاقة بكثير نعم ممكن نحكي عن مثلا يمكن تكون مدمن على تشوكولت يعني مش ضرور يكون شيء بس أصدي مثلا تشوكولت هل أنت بتآمن هو شيء منيح ولا لا مثلا الفيديو جيمز هل بتآمن شيء منيح ولا لا هون بلعب دول بتلعب الكمية دول كل شيء بلعب كمية بس يعني مثلا الشوكولتة مثلا أنا أنا أي حدا بأدمن على الشوكولتة يعني في ناس ما بحبوها بس أي حدا بأدمن على الشوكولتة بس أنا مثلا آمن إنه هي الشي ما كتير منيح بالنسبة إلي طبعا لأنه مثلا أنا عم حاول أحافظ على الجسم معين كذا كذا فما بباكو الشوكولتة بس حدا تاني ما عنده هاي المشكلة بأدمن علي فالإدمان ما بس العلاقة أنت بتآدمي ولا لا العلاقة شلوم تنظر لهالشغلة هالهية سلبية ولا لا فيه إدمانات منيحة هلأ فيه ناس بيشوفوا أنك أنت بتآمن على الشغل شيء سيء وفيه ناس بيشوفوا أنه شيء منيح بحسب شو رأيك أنت توازن يعني ما لو كتير جواب إنه إكسايتنج أي مرات بس بتشوف إنه الموتيفيشنالتوك اللي بتلحكها معظمة صايرة إنه بدك تروح تكسر الأرض يعني تشتغل 24 ساعة لا ما بالضرورة يعني أكيد فيه ناس مشكلة إنه الموتيفيشنالتوك عب بيحكي مع كل العالم فيه عالم بالزامة فيه ناس ما بالزامة فيه ناس قريدي عب تشتغل زيادة أنا بكره هاد الشي يعني عندي رفقات أنا طول وقت لازم اشتغل لازم اشتري هاي السيارة لازم ما عم يعرفوا يكونوا ممنونين للشي اللي عندهم يا وبكتير وقات هاد الشي بيجي من فكرة إنه أنت أصلا ما لك مختبر هاد الشي مفكر إنه المصاري راح تجلب لك سعادة، مفكر إنه الهدف راح توصله راح تجلب لك سعادة بس هي عبارة عن دوامة بتضل بالدوم فأنت هذا يعني فكرتك إنه تضل موجود بالحاضر تقدر الشغلات اللي عندك ولا يوجد خطب بإنه أنت تشتغل أكتر ما فيه مشكلة تشتغل أكتر بس يعني كون واعي كون واعي عن نفسك لا بالماضي ولا بالمستقبل لأنت قلت هلا إنه فيه ناس بيحاولوا ييجوا على المستقبل لأنه أحلى وفيه ناس بيحاولوا يهربوا من الماضي يعني فيه ناس بيحاولوا يطلعوا من تجربة سابقة كانت عندهم عن طريق إنه يشتغلوا زيادة ليغيروا الشي اللي صار في الماضي It's about إنه أنت تشوف حياتك هلا متل ما هي الحاضر تكون ممنون إليه وتشتغل لحتى تأمر حياة أفضل بس بدون ما إنه بس يصير هالشي رح يصير أحسن وبس أعمل هالشغلة ولأنه أعملت هالشغلة من زمان فأنا هلا لازم أعمل هالشغلة لا فيه ناس بيعيشوا بالماضي كمان يعني بيكون عنده ذكرة حلوة بيبلش يعيدها يمكن مثلا حب بنت بحياته وتركته أو هو تركه ما بعرف إجمالا هي تركته عشان بعد الذكرة عنده بيصير دور على نفس البنت بالمستقبل وفيه ناس بيعملوا identify لشخصيتهم عن طريق الماضي يعني مثلا أنا كنت بفترة كتير رويلة أنا رامي عبد الحية اللي حقق هالشي اللي عمل هالشي فأنا عندي شخصية مكونة من الماضي بس كمان هاد الشي غلط يعني ما بعرف أنا خصوصي آخر فأتنا أحاول عيش كتير بالحاضر إنه انسى شو صار بالماضي وحاجة تعمل بروجيكتي يعني للشغلات اللي صارت معك حتى بالعلاقات إذا حدا خانك من زمان بصير بتتخيل إنه أي حدا هلا خاين وإذا كنت عامل شي كتير فضيع من زمان بتحس حالك إنه أنت عندك شي ما عنده يا العالم تاني بس هاد ما نمو يعني مين خانك يلا ما زال فتحت الموضوع بحياتي أنا حياتي السابقة كتير كتير في شغلات بشعة صراحة شو مثل شو إنه ناس ناس معاملات سيئة أو يعني أتوقع كثير عالم هيك بوقت كانوا مراهقين بس إنه نعم خانيا على العنصر النسائي عنصر النسائي ما بعرف زايا يعني بنت خانتني ولا لا إنه وقتها كنت فكر إنه خانتني بس بعدين رجعت حكيت معي ياتلي إنه لا وهيك وما ما بعرف بس إنه أكيد يعني في علاقات سابقة إنه كانت تعلمت منه ما بعرف زا بيدر قول بشعة لأنه ما بكن يعني ما بكن هيك شعور إنه سلبي من هدول الأصاص تعلمت منه وأحيانا عندي مشاكل إنه بحس إنه معقول مو بس بالعلاقات مع البنات بس إنه بشكل عام إنه رفقة وهيك ناس خانوك أو طلعوا عكس قلة ثقة يعني تعليمًا عندي شوية هاي الشغلة مشاينك عمل لكن لازم حاول عيش بالحاضر ما إنه أفطرد ما هاد الشخص ما منيح لأنه هيك وكذا وعامل كل الناس بطريقة منيحة فأكيد بالماضي وهو شي كوني يعني إذا أنت بتحسني مثلا أنا واعي زيادة على قصص العاطفية هو شي من تجارب سابقة صارت بحياتي قدي بتعطي فرص للأشخاص أو تست بالحياة يعني إنت بتقول أنا واسق بهيدا الشخص أو بهاي البنة وهل أنت بتعمل تست من الأشخاص اللي بفكروا بيعملوا تست للأشخاص إنه هلأ عمل هيك أو هلأ هي عملت هيك معناتها هاي دي بتاعني كذا ولا لأ أنت شخص بيوسق تغري مني هلأ رغم أنه أنا مثلا مرأت بتجارب شوي سلبية بالماضي بس الشي الحلو فيني أنه أنا بعطي بدون مقابل لأنه هاي طبيعتي يعني أنا بحب أحكي أفيد العالم بدون ما أفكر بهذه الشغلات بس إذا شفت شي سلبي وقتها بقدر أحكم بس قبل ما أشوف شي سلبي حمد لله هلأ أنه ما بحكم يعني ما بقول إنه مثلا هاد الزلمي بس عم حاول مثلا ياخد مني شي أو هاي البنة مثلا عم تحاول تخدع عني أو هاي وشغلة إنه شوي سب كونشيس يعني ما إنه عم أفكر فيها أنا أكتب لي هي شغلة إنه أوكي جاك شعور سلبي من هاد الشخص أو لا بس ما بتحكم لبين ما يصير هاد الشي حبيت نظرتك في مقابل يعملت من قبل ونظرتك للمرأة كانت كتير حلوة يعني فيها انفتاح وبتشجع المرأة على الشغل وعلى وأنها تهي حرة تحط ميك أب وفتحته هيدا الموضوع فبس بدي هيك جديد اسمع رأيك يعني كيف بتحب المرأة تكون شركة حياتك شركة حياتي أنا هاي شغلة بالأخير تلجأ للشخص وللطبيعة العلاقة يلي عاملة مع هاد الشخص يعني ما في شي صح وغلط في ناس في علاقات مثلا بكندا بدون تعميم الشغلات يلي زكرا بي عاملة والبنت بتعملها مع كوسة تلاقي مثلا البنت هي عم تشتغل طول الوقت مع كوسة مقارنة بأغلب الواقع العربي تبعنا تلاقي البنت عم تطلعها هي عم تشتغل عم تجيب مصاري كذا والشاب والرجال قاعد بالبيته عم بيحتاج تنبل الولاده عم يطبخ هاد الشي مالو غلط او صح هاد الشي حسب الشي اللي متبقين عليه هدول الشخصين أنا بنسبة الشركة حياتي هي بتكون يعني انسوية وبتكون الصفات الانسوية فيها هي معززة وقوية ان كان قدرتها على انه تفرجيني العاطفة تبعيتها ان كان على قدرتها انه تخليني انا باحسن منتل ستايت انه انا اكون عم بيشتغيل وبرودكتف بنفس الوقت طبعا بحب البنت اللي تكون مستقلة واندبندنت وقوية بس هاد الشي بدون ما يخفف من الصفات التانية وهذا الشي منيح انه بالعالم العربي لساته موجود برأيي البنات لازم يعرفوا انه مجرد انه انت عندك انوسة ما معناتها انه انت ما بتدري تشتغلي او انه انت ضعيفة متل ما انا وقت مثلا عندي رجولة عندي قوة او عندي صفات تعملني مثلا الرجال ما معناتها انه انا ما بقدر اكون عاطفي احيانا وقدملك الشي اللي انت بدك ياه فهذا الشي بالنسبة لي حسيت انه عندي صورة واضحة ولا لا؟ لا لا منيح طالما هيدا بالعكس انه رأيك وشي بوزيتيب انه عم بتوازن كمان عم حسك عم بتوازن معظم الوقت انك تحافظ على الصورة الانسوية عن المرأة وصورة الرجال اكيد انا بأم بأدوار الرجال والبنت بالزواج ويعني عندي نظر بشكل عم متقدمة انه انا ربيت ببيت اهلي من سنة اثنياتهم بيشتغلوا دكاترا كذا بس انا امي مثلا وقد كانت عم تشتغل كانت عم ترجع عم البيت لتربيني وتهتم فيني ما اصر اتجاهنا بهاي ناحية فتوقع بدى الشي بيشبه هاد الشي هي نظرة في كتير علام بشوه سلبية هلا انه 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 انو ان تكون بدك بنت انه اش اصدق البنت انه ما بتده تشتغل ما بتده انه هي لازم تكون هي انه طول وقت بتحط ميك اوب وبتبكي ومفسشو بس لا انه هي نظرة كتير طبيعية وواقعية يعني هالأيام ما بتقدر تكون يعني عم بتحكي شي بدون ما يكون هو انه شي كتير غريب بالنسبة لفلم لا بالضبط يعني بالضبط المشكلة للأسف أنه صاروا إكستريم بعض بمطارح يعني حتى مش أنه كجندر وإذا رجال أنا رجال أنا مرأة أنه صاروا إكستريم بعضنا عم نحكي أدوار مظبوط مظبوط بعد ما فتنا بمطارح يعني الله يسطر هناك جانب سلبي لهذا الشيء يعني في ناس بيشوفوا أنه المرأة ما بسي تشتغيل وفي ناس بيشوفوا أنه يعني مواضيع متقدمة أكتر أنه المرأة اللي تعرضت لجريمة أو شيء أنه هذا الشيء عادي وجريمة شرف وهدول الأقصص يعني يعني في سبب لهذا الشغلات عم تطلع وفي سبب أنه الناس متضايع خصوص هذه الشغلات فما بدنا ننفي أي طرف من هدول الأقصص يعني ما بدنا نرسم صورة أنه الرجال عادي أنه هو مثلا يضرب المرأة مثلا أو عادي أنه هو يتحكم فيها لدرجة جنونية أو كذا أكيد أكيد هالشيء مرفوض تماما أنا عم طالع صوت بالكرسس ما بعرف مين شو في الصوت أبنين عم يطلع هو بصار له فترة عم يطلع عم بلش أنا أرصده همقول أنا مين عم يحكي هذا الصوت أيضا همقول أنا مين عم يحكي مين في صوت ما عند بس ما هتوقع كتير قوي لا لا إتس فاين إتس فاين نخليه طيب جريت لك بسطت كتير الحديث معك يعني كان حديث شوي هيكي على اليوتيوب ممكن في كتير أشخاص حابين يكونوا يستفيدوا من خبرتك لو كان شوي متخصص حابين نعرف عندك أكتر عم جرب جيبك عند الجانب الحريمي والإنسوي وكذا هيكي لكتوقعني بورطة وما كعرف عن شلون بشي مطرح ما غصنا كتير بس إتس فاين يعني بالتوفيق تسلام ببساطة أنا كمان بالحديث معكم كان كتير مريح إن شاء الله يكونوا يستمتعوا تانكيو والمحتوى تبعك رائع فعلا رائع يعني حضرت أشياء كتير على قد ما بقدر طويل يعني في محتوى ساعة ساعة وشوي مزبوط فما قدرت أحضر كتير بس اللي شفته كتير رائع تانكيو رامي والتوفيق ومشاء الله بتلاقي سعادتك وتلاقي الوطن اللي مثل ما قلنا مش ضرور يكون للأسف بلد اللي خلقنا فيه ممكن يكون أي وطن بالحياتي بس يعطيك الطمأنينة ويعطيك إنسانيتك والفاميلي اللي تلاقي فيها حالك تانكيو سو ميجو أهلا وسهلا محمد سلام شكرا للمشاهدة